تعالوا دلوقتي نروح نتابع افتتاح اعمال ترميم دير الشهيد العظيم ماري جيرجس الروماني في مركز نفادة في محافظة قنة تفاصيل ومعلومات اكتر حنتعرف على دلوقتي من زميلة احمد الافيوني اللي موجود دلوقتي في بث مباشر من محافظة قنة صباح الخير عليك يا احمد وولينا ايه هو الجديد عندك تحديد صباح خير مصطفى وصباح خير جمانة يعني بالفعل من محافظة قنة وتحديدا من واحد من اهم المذارات السياحية الدينية هنا في محافظة قنة دير الشهيد ماري جيرجس بمدينة نقادة جنوب محافظة قنة يعني مصطفى ربما يعني بعض دقائق قليلة سوف يقوم السيد وزير الثياحة والاسار والسيد الواء اشرف الداودي محافظ قنة بافتتاح عدد من الكنائس هنا في هذا الدير يعني الكنائس اثرية ومن ثم هذه الافتتاحات سوف تسهم في اعادة وضع محافظة قنة مرة اخرى على خارطة السياحة الدينية لكن على ايه حال المزيد من التفاصيل دعني اتقبل معك وعبر الهواء مباشرة قدسة الانبا بي من يعني مطران نقادة وقوس وتوابعهم هنا بمحافظة قنة قدسة الانبا يعني بداية برحب بحضرتك في هذا اللقاء ربما يعني عرفنا تفاصيل اكثر حول اهم الافتتاحات التي سيقوم مذير السياحة والاسار ومحافظ قنة بعد قليل بافتتاحها هنا في هذا الدير عظيم في الاول بنرحب بكم وبنرحب بالقناة الاولى ومرسليها ومصوريها وبصبح على كل المشاهدين السادة المشاهدين افتتاح النهاردة بايد سيد وزير السياحة والاسار ومعالي وزير المحافظ قنة عشرف الدودي المرحلة التانية هنا في دير ميرجلس المرحلة الاولى تمت 1920 واسف 2020 المرحلة التانية دهيا وان شاء الله في مراحل تانية بعدها لدير ميرجلس ودير القديس بسنتاء وسلم السروح بإذن الله حضرتك أهمية تاريخية والأهمية الأثرية لمثل هذه الافتتاحات التي من شأنها سوف تعيد وضع محافظة قنة مرة أخرى على خريطة السياحة الدينية هنا وربما محافظة قنة تشتهر بالعديد من المذارات الدينية سواء الإسلامية والمسيحية دي حقيقة إنه الأديورة عندنا في منطقة برية الأساس اسمها برية الأساس المنطقة اللي احنا فيها دهيا اللي هي تبتدي من دندرة وتخلص في الطيبة دي مجموعة أديورة فيها خمسة أديورة أسارية منهم دير أشهرهم وأكبرهم وأكتر حاجة فيه اللي هو دير ميرجرجس المجمع اللي موجود هنا في صحراء مدينة نجادة تاريخيا الحقيقة الأديورة دي قائمة من قرن الرابع الميلادي من أيام القديسة العظيم الأنباب وخميس أب الشركة اللي أسس رهبنة رهبنة الشركة اللي احنا عايشين فيها لغاية دلوقتي والحجيجة برضو أثناء الشغل وأثناء الترميم هيئة الأساس تحت إشراف قطاع الأساس الإسلامية والكبطية وجد كنيسة من القرن الرابع الميلادي وهي كنيسة السيدة العزراء اللي على شمالي ونواجب دلوقتي يعني عندنا كنيسة من القرن الرابع عندنا كنيسة ماري وحنان المحمدان من القرن الأحداشر عندنا كنيسة ماري جيرجيس اللي احنا واكفين جنبيها دهيا من القرن الثمنتاشر ده آخر ترميم حدث فيها هو كلهم قرن رابع لكن فيه منهار بسبب العوامل التعرية والتاريخ وطبعا هو بالطوب اللابن والطين كل كل الشغلة تجريبا اللي بيجي يعني الحمد لله تم ترميمه في 1920 جزء منه واحنا كملنا لغاية عشرين مرة تانية بقول 1920 متأسف عشرين عشرين واحنا كملنا دلوقتي عشرين تلاتة وعشرين المرحلة التانية ولسه في مرحلة تالتة ومرحلة ربعة حسب كلام السادة الأساريين اللي بيشرفوا على الدين ربما يعني جهود الدولة في الفترة الأخيرة لتنمية وإعادة وضع الصعيد مرة أخرى على خريطة التنمية ربما كانت هنا محافظة قنى محظوظة بالعديد من المشروعات القومية وربما أحد هذه المشروعات محور شهيد باسم فكري أحد أكبر المحاور المرورية على نهر النيل والذي ساهم بالطبع في ربط مدينتين قادة وقوس في عودة حركة السياحة مرة أخرى هنا في إقليم محافظة قنى يعني كيف سيسهم هذه المشروعات القومية في خدمة مثل هذه المذارات السياحية الدينية الحقيقة يعني ليست مجاملة ولكن الواقع هو اللي بيقول كده شبكة الطرق والمحاور ولما حضرتك بتتكلم عن محور الشهيد باسم فكري ده محور ماسك من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق فربط المدينتين بقراهم بنجوعهم اتربطوا ببعضيهم وبيجي فيه سهولة حركة شديدة جدا ده كمان بعد مننا بحوالي يمكن حوالي سبعة كيلو كمان جاب لمدينة لوكسور فيه محور تاني يتم الانتهاء منه وافتتاحه هكون جريب جدا فعندي محورين على نهر النيل ربطوا الشرق بالغرب وده بيسهل أولا السياحة الدينية والأديرة عندنا لها قبول ومعروفة وخصوصا بعد التجهيزات اللي بتتم لاستجبال الزوار السياحة الدينية الداخلية ونأمل يا رب ان شاء الله دير ميرجيل الجس يتحطى على الخريطة السياحية وده هيسهل هيسهل جدا يعني يروج للسياحة الدينية اللي احنا فيها والمشروعات القومية ما هياش في المحاور ولا في الطرق بس لا حتى البنية التحتية كلها بصفة عامة عندنا في مدينة قوس وقراها وحياة كريمة اللي موجودة هناك وعندنا ان شاء الله نجادها تخش السنة دي في حياة كريمة هي وقراها ده يحسس المواطن انه ما هواش منسي من القيادة السياسية ويحسس المواطن بالامان لانه في عملية نزوح كانت سابقا من كل الكفاءات يعني اللي يتعلم يروح بحري يروح مصري يروح هنا يروح هنا يروح هنا قاني الاوان ان الصعيد يحتفظ بكفاءاته ويلاجي مناطق صناعية حديثة هنا موجودة يعني المحور بيربط مدينة نجادة او غرب النيل بشرق النيل يوصل ببساطة شديدة منطقة الكلحين منطقة رئيسية منطقة استثمار ضخمة جدا منطقة صناعية فالعامل اللي موجود عندي من نجادة سهل جدا يروح ويرجع في نفس اليوم بالموتسيكل ولا بعربية حتى ببساطة شديدة سهل جدا ييجي السايح اللي جاييني من اللوكسور يعدي على المعابر من هنا او من هنا الحاجية احنا تحطينا على الخريطة السياسية بتاعت البلد في الصعيد واديرتنا ومساجدنا ومزاراتنا يعني ان الاوان انها تاخد الوضع الطبيعي بتاعها والقيمة التاريخية بتاعتها والقيمة السياحية والقيمة الدينية بتاعتها لدى العامة والخاصة يعني احنا محتاجين الحقيقة نعرف تاريخنا ونعرف الحاجات الحلوة والرائعة جدا اللي يحتفظ بيها صعيد مصر وان الاوان مع النهضة بتاعت النهضة بتاعت جمهورية جديدة انا الاوان ان جمهورية جديدة تفتخر بكل جزء في مصر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حضرتك اشرت يعني في حديثك الى يعني افتتاحات التي سيقوم بها وزير اثار اليوم في مركز نقادة وفي هذا الدير تحديدا يعني ليست هي الاخيرة وسوف يكون هناك افتتاحات واكتشافات اثرية اخرى خلال الفترة المقبلة يعني حدثني عن هذه الاكتشافات التي من الممكن ان يتم اعلان عنها في القريب العاجل هو الحقيقة ان السادة هاية الاثار قطاع الاثار الاسلامية والكبطية يعني بتبزل اقصى طاقة واقصى جهد انه تحافظ على الاثار كقيمة تاريخية وهما وقدين بالهم انه ده قيمة روحية عالية جدا خصوصا عند اهل الصعيد هنا يعني الاماكن اللي محتاجة حفريات بالتم الاماكن اللي محتاجة اسوار بالتم الاماكن اللي محتاجة ترميم سريع جدا سواء ترميم انشائي او ترميم دقيق ترميم معماري دقيق طبع الاثار كلهم حلا بكل الاجهزة بتاعة وزارة السياحة والاثار الحقيقة بيتضافروا وده كله بيقدي ان احنا في كل ما نشتغل مصر بطنها مليان خير باطن اراضي مصر كلها خير باطن اراضي مصر في صعيد مصر ممكن نلاقي حاجات كثيرة جدا واكبر شاهد واكبر دليل على كده كنيسة السيدة العزراء الورانا دي دي كانت مردومة كانت مدفونا خالص يدوبك بعض الشواهد القليلة اللي كانت موجودة فيها ومجرد ما عملت الحفريات اكتشفنا الموقع والحمد لله احنا من جهتنا ككنيسة او اشراف ديني شلنا كل الاشغالات اللي كانت موجودة من فوق وطبعا الاحتياجات الناس كانت محتاجا لها كله شلناه ونزلنا بارض الدير كله زي ما حضرتك شايف يعني الشارع بارلا ملتفع عن جوه حوالي 160 سنتي ولا 170 سنتي وده كل بمساحة الدير طلعنا هذه الجوهر السمينة التي من قرن رابع الميلادي وده شيء رائع جدا وكملنا باجي الشغل هنا ولسه ان شاء الله المرحلة الجاية فيه شغل جوه وفيه شغل بارلا استكمال للعمل هنا الحجيجة فيه شقين لازم نقولهم شق الاولاني ان الكفاءة الفنية في هاية الاثار على اعلى درجة ويعني احيانا كان التمويل سابقا يمكن كان ضعيف شوية فاخد على عاتقنا كنيسة ان احنا نتحمل التكاليف المادية مساهمة مننا فالحفاظ على هذه القيمة الدينية التاريخية الاثارية وده كله يعني كله بيصب في اتجاه واحد مصر وتاريخ مصر وعظمة مصر وكل حاجة حلوة في مصر قد أستي الأنب انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل اذا مصطفى يومانا كانت هذه هي الصورة من واحد من اهم الادير السياحية الدينية هنا في محافظة قنى دير الشهيد ماري جرجس بمدينة نقادة جنوب محافظة قنى وبالعودة بكم مرة أخرى للستوديو شكرا لزميلنا احمد الافيوني للخص لنا كل الأعمال الأثرية والكنسية اللي بتتم في محافظة قنى شكرا جزيلا لك يا احمد